المدعو الأخضر بورقعة هو في الأصل أحمد بورقعة تقمس اسم أخيه الأخضر كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي في منطقة الألب الفرنسية بين سنتين 1954 و 1956 ليعود إلى أرض الوطن في عطلة ويلتحق بالثورة التحريرية أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة في القضايا المصرية للوطن وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب الشخصية والمادية على حساب القضايا الوطنية الهامة والمصرية يشهد قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي